السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر اسمحولي في البداية أن أقدم تحية تقدير واحترام لدولة رئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة والهادئة والرشيدة لكل أعمال مجلسكم الموقر والحقيقة ما لمسته اليوم من مناقشات وجميعها تستهدف الصالح العام لوطنين الحبيب يعطيني الثقة في إن شاء الله أننا سنكتاز معاً كل هذه الأزمات التي تواجه وطننا الحبيب بما يلبط محاط المواطن المصري إن شاء الله واسمحولي في البداية أيضاً أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للجنة الموقرة التي قام السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتشكيلها لمناقشة برنامج الحكومة وعلى رأسها السيد المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب والتي قامت على مدار أيام واستغرقت مناقشاتها أكتر من 72 ساعة متواصلة بمناقشة تفصيلية ودقيقة جداً لكافة جوانب برنامج الحكومة والحقيقة اسمحولي أيضاً في هذه التعقيم أن أقدم الشكر لكل من أعطى الثقة لبرنامج الحكومة وأيضاً كل الاحترام والتقدير لمن رفض وأبدى تحفظه للبرنامج لأن هذه هي ممارسة ديمقراطية تامة ومن الطبيعة أن يكون هناك من يوافق ومن يرفض وهذا هو المناخ الديمقراطي الذي كلنا بنبتغيه وبننشده لصالح وطنان الحبيب ولكن اللي أنا أريد أن أؤكد عليه أن أنا تابعت بكل الاحترام والتقدير كل الملاحظات التي أبدتوها في ما يخص برنامج الحكومة وأتعهد قدام حضراتكم بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت سواء من اللجنة أو النهاردة في نقاشات حضراتكم أنها ستكون محل تقدير واعتبار من جانب الحكومة وستكون ضمن أطر تنفيذ البرنامج إن شاء الله في خلال الفترة القادمة واسمحوا لي أن أوضح شيء مهم جداً البرنامج الحكومة وضع المستهدفات لغاية عشرين تلاتين ولكن لما حبينا نضع رؤية تفصيلية ودقيقة اخترنا أن نضع لمدة ثلاث سنوات وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي وده لأن طبيعة المتغيرات وتلاحقها وعدم اليقين الشديد اللي بيواكب هذه المرحلة في عمر العالم وتاريخ البشرية شيء استثنائي وبالتالي كان من المنطقي أن نحن نحاول نضع خطة تنفيذية نكون قادرين على تنفذها في خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية وهي الثلاث سنوات ولكن إن شاء الله مع وضوح الرؤى وما نتمنى من خروج العالم من الأزمات المتلحقة نستطيع بسهولة شديدة وضع كافة البرامج التفصيلية الدقيقة لباقي الفترة الرئاسية إن شاء الله ولكن ما قاعد به في ضوء ما أثير اليوم إن شاء الله دولة الرئيس قبل بدء دورة الإنعقاد القادمة لمجلسكم الموقر كل البرامج الزمنية الدقيقة التفصيلية على مدار ستة أشهر من العمر البرنامج ستكون أمام حضراتكم بما فيها أيضا الأجندة التشريعية الدقيقة لتكون أمام المجلس الموقر وهذا ما أتعهد به وسيكون أمامكم إن شاء الله قبل دورة الإنعقاد القادمة بما يلبي تموحاتكم وطلباتكم جميعا أتطلع لدعم مجلسكم الموقر لبرنامج الحكومة ثم دعمه للحكومة في تنفيذه وذلك بالتعاون في إصدار كافة التشريعات التي سوف يتطلبها إنجازه وأيضا أتطلع إلى دعم مجلسكم الموقر من خلال متابعة عمل الحكومة والتفاعل معها بالرأي والتوجيه على نحو المستمر وكل التقارير التي أشارنا إننا سنكون ملتزمين بتقدمها لمجلسكم الموقر بصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية ستكون أمامكم للمتابعة والرقابة الدقيقة لكل أعمال الحكومة إن شاء الله في خلال الفترة القادمة ومن خلال دعمكم المستمر فإنني أؤمن بأن نجاح هذه الحكومة إن شاء الله سيتحقق في أفضل فرصه الممكنة إنني أؤكد لحضراتكم إن العمل العام في هذه المرحلة هو تكليف لا تكريم لأي أحد لأي فرد من هذه الحكومة إن شاء الله وإننا جميعا سنعمل لكي يشعر المواطن بأن هناك تغيير في حياته إلى الأفضل وهو ما يتولبنا به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل المناسبات ولدينا إن شاء الله الثقة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على الوفاء بهذه المستهدفات في خلال الفترة القادمة وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خدمة الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا